دلوقتي مع حضراتكم ونتابع احتفالات عيد الميلاد المجيد الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيد الميلاد المجيد دلوقتي ناخد على التليفون الأب أيوب يوسف راعي الكنيسة الكاثوليكية بالمينيا مساء الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك بخير وسحة وسلام وسعادة دايما ولو حدك كده تنقلنا أجواء الاحتفال في الكنيسة الكاثوليكية بالمينيا مساء النور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مثلا على كل الشعب المصر والعالم كل بخير وسلام يعني يعني عايزين لنا حيكت يعني تضعنا كده في الأجواء الاحتفالية بالكنيسة الكاثوليكية بالمينيا هو الكنيسة الكاثوليكية النهاردة يعني في العالم كله بتحتصل بعيد الميلاد المجيد نتكلم عنه مليار و 400 مليون بنحتصل بعيد الميلاد بس عندنا في الصعيد هنا بنحتفل يوم 7 يناير لكن النهاردة بتحتفل القاهرة والإسكندرية وبرشيات الدلتة يعني الإسماعيلية بيحتفل يوم 24 بالليل و 725 لكن احنا عندنا في الصعيد هنا بنحتفل يوم 7 يناير مع أخواتنا من الكاثوليكية القطيرة والزكسير الشقيقة كان هناك طرح صابق لمسألة توحيد الأعياد المسيحية ما بين التواقف ومنها الكريسمس لأي مدى يعني أصفرت هذه الجهود عن نتيجة هو بصراحة يعني أنا بعتبر نفسنا محظوظين في هذا الزمان أن عندنا بابا عظيم زي البابا فرنسيس بابا روما وعندنا بابا عظيم زي البابا تالدروس بابا الكريفة القطيرة الزكسية لأن كلهما عندهم المحبة وعندهم الضغبة في هذا الموضوع ترحيد الأعياد إذا كان عيد الميادة وهي القيامة وطبعا بس الموضعات دي عشان تيخيه أن يكون خارط يعني مشوار طويل فبتحتاج إلى بعض الوقت لكن الإمنية والرغبة موجودة في كلا الطرفين أمنيات حضرتك في العام الجديد وإحنا كنا بنقول أنه السنتين اللي فاتوا كانوا صعبين على العالم كله وبصراحة يعني احنا في وضع يعني صعب لغاية في حروب بنسمى عن حروب بالأوكرانيا وروسيا بنسمى عن نزعات في أمريكا والصين بنسمى عن مثلا عن مشاكل صدوية العديدة وحالة اقتصادية شوية صعبة احنا بنتممنا أن يعني فان السنة الجيهة عثين تيتا وعشرين تكون سنة رخاء على كل العالم مش بس على مصر على كل العالم بكل دعناته بكل فقصاته بكل معتقداته وحنا برضو يعني بنبضل في مصر هنا يعني متسلحين بالرجاء إن عندنا يعني رئيس عظيم زي سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي وعندنا الحمد لله دولة قوية بتكافح رغم كل الصعوبات اللي كل العالم بيعني منها اقتصاديا وعلى مستوى نزعات وحروب يعني يعني اشكر الله أن مجالاتنا مصر قوية وهتفضل قوية بطولنا فيها ناس رعين أمثال سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي وكمان قيادات دينية على مستوى إسلامي وعلى مستوى مسيحي وعندنا الشعب مصري واعي جدا أنا متساهم سنة تاتة وعشرين إن شاء الله أتكون سعاد خير والسلام على كل العالم بإذن الله إن شاء الله الأب أيوب يوسف رعي الكنيسة الكاتولكية بلمينيا شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل سنة وحضرتك بخير